اهلا بكم حلقة جديدة من هاشتاج ليدي خليني ابدأ حلقتي باني ابارك لاستاذ ايهاب جلال مؤسس قناة هي على اتفاق التعاون الاستراتيجي مع الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية لتبادل وانتاج المحتوى الاعلامي مليون مبروك لقناة هي ومبروك لكل العاملين في قناة هي حلقتنا النهاردة بداية لموسم جديد نزلنا الاولاد المدرسة وحنركز بقى شوية مع الليديز احنا كده كليديز محتاجين تركيز مع نفسنا شوية خلونا نتناقش في موضوع مهم جدا وهو يا ترى لي معظم السيدات والبنات دلوقتي بقوا عارفين ان سندهم في الحياة هو شغلهم ودراستهم ما بقاش فيه بقى الكلام بتاع ضل راجل ولا ضل حيطة مش تقليل من الراجل اللي سمح الله بس الموضوع باختصار اننا عرفنا ان طبعا يعني حقيقي الاهل والزوج والاولاد سند ومهمين ولكن الاهم الدراسة اللي هتخلي الستة تشتغل ويبقى عندها زمة مالية منفصلة ويبقى عندها كيان يخليها دايما لما تكرر انها تعيش وتكمل ما تبقاش بتكمل وهي مش عارفة علشان يعني مش عارفة تصرف على نفسها او ان هي مش عارفة تطور من نفسها او ان هي مش عارفة تعيش في بيت تاني او مجبرة من الاخر فيكون ان هي بمزاجها وارادتها كاملة فكل توصيتي ليكو كاجمل ليديز بيتابقونا انه دايما اشتغلي على نفسك ودايما اهتمي بدراستك وشغلك وحياتك وخليكي عارفة انه انا مش بخوفكم يعني ولكن حالات الطلاق ونسب الطلاق بقى الزيادة جدا والخيانة نسبها ارتفعت جدا هل ده معناه ان اي حد هيجوز هيحصل فيه كده الحقيقة لا بس الحقيقة انه لازم دايما نكون زي ما بيقولوا الحرص واجب وانه نشتغل على نفسنا ونكون حاسين ان احنا بكامل ارادتنا عايزين نبني اسرة جميلة وحلوة ومبسوطين فيها ولكن مش مجبارين فما تبطليش ابدا تشتغلي على نفسك وان ان انت تحاولي بفكرك ان ان انت تطوري من نفسك وتبقي سند ودعم لنفسك اولا وبعدين لكل اللي حواليك خلينا نروح لفاصل ونرجع تاين ازمة منتصف العمر كلمة بتعبر عن ازمة ممكن نتعرض لها بعد سن الاربعين غالبا وده بيحصل بعد سنوات من الجواز مش اقل من 10 او 15 سنة عشان ممكن يحصل وبعدها ممكن يحصل فطور او تغيير في المشاعر او حتى احساس بالملد ممكن يتسبب في ان الزوج او الزوجة وده بيحصل دلوقتي مش بس الزوج يتعرضوا لازمة منتصف العمر عشان نعرف اكتر يعني ايه ازمة منتصف العمر وازاي نتفاديها ولو حصلت ازاي نتخطاها اسمحولي ارحب بضيفي مصطفى غنيم مدرب تنمية بشرية ولايف كوتش اهلا بيك ايه مصطفى زي كمان عامل ايه ايه من وراء مرسي جدا دا نورك بص بقى انا كنت قاعدة مع مجموعة نيس وقلت لهم اكتر حاجة تشغلكو دلوقتي في مشاكل الاعرقات وبتشوفوها حواليكو ايه كلهم اجمعوا لانها ازمة منتصف العمر ويمكن مسلسلات كمان دلقتي بقى اتتكلم عليها مسلسل واثنين دا حقي ازمات بيمر بها الانسان على مطار حياته عشان بس ما نقبرش الموضوع او نضخمه او نحاس الموضوع مقيف هي مش مرض مزمن ولا حاجة يعني لازم تصيبك ولو صدتك مش هتخف منها ولا هتنجل لا ايه دي بسيطة جدا هي ازمة بساعت بيبقى في ازمات بس بيبقى صعب عليك انت تتعامل معها او بتبقى حقبه في طريقك محتاج مساعدة او محتاج حد يقف جنبك فيها عشان تتخطاها لكن فيه ازمات غير كتير طبعا تقدر تتخطاها لوحدك الازمة او ازمة منتصف العمر من اسمها كده هي بتيجي في منتصف العمر يمكن مش منتصف العمر قوي بس متعارف عليها نتيجي من سن الاربعين فيه ما فوق بيقولوا خطر من اربعين لخمسة وستين بيقولوا لا مش لدرجة خمسة وستين ممكن من اربعين لخمسة وخمسين ممكن في المرحلة دي وبتختلف طبعا من راجل لست الراجل بيكون يعني بتكون الحالة دي بالنسبة له وحالة حالة انا عملت اللي علي انا خلاص بقى عايز مكافئة نهاية خدمة انا تعيبت مرت بسرعات مرت بمشاكل مرت بأزمات كتير قدرت اتخطاها قدرت اعمل عشانك وعشان الزوجة والاولاد والبيت ولكن في النهاية انا فين التقدير فين الكلمة الطيبة فين الدلع فين الاهتمام انا ما بشوفش ده او مش لاقي ده فانا محتاج ارتاح قبل ما نسمع منك نصايح ازاي نتفادى ازمة منتصف العمر احنا عرفنا هي ممكن تحصل ليه وبتحصل للراجل والست خلاص هنشوف فيديو لانه انا يعني من متابعين محتوىك الحقيقة ان انت دايما بتدي فيديوهات مفيدة جدا وزي ما بيقولوا to the point فالفيديو ده كان بيتكلم عن ان لو خسرنا حاجة ممكن ساعتها نندم بعد فوات الاوان او حاجة شبه كده خلينا نشوف الفيديو مع بعض هو الحقيقة فعلا الوضع عمره ما بيرجع زي الاول لو حصلت ازمة زي كده يعني لو حصلت خيانة واحدها وتمسكت سواء من اي طرف حتى لو تصلحوا ما بتبقاش الدنيا زي الاول وانا مبدان حاوي بحقيكي لان الفيديو فعلا قريب جدا من المضمون او من اللي بنتكلم فيه هو فعلا انا فجئتك بيه اي رأيك اه يعني فعلا هو يعني يمكن التايتل بتاع الفيديو مالوش علاقة بازمة منتصف روم لكن هو فعلا في صلب الموضوع لان فعلا اللي بيروح ما بيرجعش ولو رجع مش يارجع تاني زي الاول فانت تقي ربنا في النعمة اللي في ايدك تقي ربنا سواء زوج او زوجة اب تقي ربنا في اولادك ابناء اتقوا ربنا في اهليكو انتم مش عارفين اهليكو دول كنسة يمكن مش هتحسوا بقيمتهم غلو قدر الله حصلهم حاجة او حد فيهم وقع واضطرد تشيل مكانه صحيح فطبعا اتقوا ربنا في اي نعمة في ايدك الراجل محتاج عشان يتفادى ان الست يخش معها في المعترك بتاع انها تبص برق او تسمع من برق او 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 محتاج يشاركها تفاصيله محتاج يشاركها في البيت مش طول الوقت انت مش طول الوقت مطالب منك انك تقدر عجبها بتعمل لها لكن الوقت اللي تكون فاضي فيها هي اولوية زي ما بتدي اولوية لاستثماراتك وشغلك ونجحاتك ادي اولوية لبيتك لان هو ده الاهم وهو ده الاولى والست دي هي اللي هتشيلك وهي اللي هتطلع بيا من الدنيا انت يجي عليك مرحلة كده في عمرك مش تبادر تمشي حتى معلش لا اولاد هيسدوا ولا شغل هيلفا شاركة الحياة بقى هولا مش هتلاغ الست دي هي اللي جايب تسندك وهي اللي بتقف كتف كتف وهي الونس فهي دي انجح حاجة ممكن تحققها في حياتك فاتق ربنا فيها حافظ عليها اهتمت تفاصيلها سمعها الكلام اللي محتاجة تسمعه بلاش تخليها تلجأ انها تسمعه من بره او تضعف قدام كلمة من بره ونفس الكلام است حاولي تعرفي ان الراجل هو مش ايتي ام هو مش بنكة متحرك ماشى عشان يصرف ويجيب ويحقق رغبات الراجل برضو انسان عنده متطلبات عنده احتياجات الراجل مهما كان ايا كان هو في مرحلة عمرية هو طول الوقت محتاج تقدير تاك كلمة حلوة محتاج يحس ان هو اي شيء بيعمله هو شيء متقدر اوي شيء اللي انت بتعمله ده بالنسبة لي زقيمة كبيرة جدا ونفس الكلام اولادك انا عايز اوصل لاولادك ده فدايما ازرع فيهم حتة النابوكو ده راجل عصامي راجل عمل كتير نحس بقيمة الموقف وبالاشخاص فيشوف ده في عينيكو عشان طول الوقت حتى لو جات عليه المرحلة دي او جات عليه الفترة دي لما يجي بص برا كده يلتفت بسرعة ويركتني يقول لا ده اللي عندي يعرف انها يخسر كتير طيب هاختم معيك لانه حلقتنا دايما يعني او الفكرة بتخلص بسرعة مننا جدا رغم انه هي قيمة جدا وعايزين منها حلقات ومش فقرات بس بس عايز اسألك سؤال هو يكون الختام بقى انه لو حصلت ازمة منتصف العمر نسامح ونكمل ولا لا لان احنا شفنا في مسلسل مفترق طرق مثلا لما البطلة الجميلة هند صبري سمحت حصل ايه اتخانت تاني وخيانة اقو فايجابة بقى اجابة سريعة بقى الازمة مش معناها خيانة انا ممكن يجيلي ازمة منتصف عمر لكن اتدارك الامر بسرعة واركع تاني وموصلش ان انا اخوه لو حصلت خيانة لكن لو صبرا مراحلات خيانة اخر حاجة ممكن انا او غيري نعملها هي نصيحة في انك تسامح او لا او دكرة رشخص انك تسامح ده دي قدرتك انت قادر تسامح سامح طب هل التضحية والتسامح بيؤدوا لخيانة اكبر لا طب مش شرط كلنا خطأون وخير الخطأون اكتوابون ومفيش حد معصول وفي الاخر ده قرار شخصي وشكرا جدا مصطفى يعني بجدفتنا جدا وكل معلوماتك بالزبط يعني في صلب الموضوع وان شاء الله انا ببسط لما بشوفك وشكرا لك وشكرا لصدفة الحلولة مزيد من الحلقات ان شاء الله تنورنا وشكرا جدا مشاهدين هنروح لفوصل ونرجع تاين بمناسبة رجوع المدارس اكتر ثلاث حاجات الام بتهتم بيهم مع بداية الدراسة هم زاكرات الاولاد علشان يعرفوا يذكروا كويس ويركزوا ويفتكروا اللي حفزوه تاني حاجة وهي صحتهم ومناعتهم عشان طبعا الامراض بتكون اكتر يعني رب نحفز كل ولادنا مع اختلاط الاطفال في المدارس وكمان اقتراب فاصل الشتر اما بقى ثلاث حاجة وذي بنقف عندها كتير قوي وهي اللانش باكس وازاي يكون مفيد وفي نفس الوقت لذيذ علشان لما بيرجع زي ما هو مش متاكل قد ايه الموضوع بيكون محبط للأم وطبعا كل الاسئلة دي هنعرف ايجابتها من دكتور داليا تنطوي اخصائي التغذية العلاجية وصناعة محتوى اكلات صحية اهلا بيك يا دكتور اهلا بيك يا دكتور عامل ايه؟ الحمد لله كبير عايز اقولك ان يعني مبدئين كده شهدت فيك مجروحة عشان احنا اصحاب يعني على المستوى الشخصي ده غير ان انا بحب جدا المحتوى اللي انت بتقدميه وقد ايه المحتوى الصحي او الهالثي راسيبيز اللي انت بتطلعي لنا بيها اللي هي في وقت قصير كده وبتكون في المضمون مفيدة ولذيذة وخطيرة شكرا لك يا دكتور عايز نورسيدي بجد متعلم منك الله لا حقيقيا انت شاطورة جيدة يعني انت صاحبتي وانا فخورة بيكي برضو والله جدا وكلنا رسالتنا واحدة طبعا يارب نكون بنفيد الناس هسألك سريعا كده ايه الاكلات اللي بتحسن الذكر اوكي فيه الدراسة اتعملت لقيت ان الاطفال اللي بيكلوا وكبة كاملة فطار كامل متكامل فيه نشويات وبروتين ودهون صحية لقوا ان الاكاديميك سكيلز او قدرتهم على استعاب بتزيد بنسبة تقريبا 15 ل 30% حلوة او طيب ايه الاكلات اللي ممكن نزودها اصلا عشان التركيز الحاجات اللي فيها اوميجا ثري زي المكسرات الحاجات اللي فيها دهون صحية الاسماك برضو من الحاجات الكويسة جدا البيض عشان فيه الكولين اللي هو مادة كده بتساعد على الكوغنيتف فانكشن او قدرة الطفل ان هو يذاكر او يحفظ اكتر اوكي برضو المضاد الاكسادة الحاجات اللي فيها مضاد اكسادة زي الباريز الفراولة التوت الحاجات دي كلها بتقوي الزاكرة وبتقوي المناعة برضو حلو قوي ده السؤال اللي بعده بقى عايزين تمانعلي المناعة بس لسه عندك اكلات بتحسن الزاكرة اه برضو يعني لازم نتأكد ان الطفل بياخد كل العناصر الغذائية بالنسب اللي هو محتاجها يعني مثلا الطفل من سن تسعة لتلاتاشر سنة محتاج ان هو ياخد نشويات بنسبة خمسين في المية تلاتين في المية دهون صحية وعشرين في المية بروتين فلازم نتأكد ان هو بياخد النسب الصح بلس برضو الديلي ريكوارمنتز من كل الفيتامينز على حسب السن برضو يعني لو هنتكلم برضو على تسعة لتلاتاشر سنة محتاج فيتامينز دي ستمائة وحدة في اليوم محتاج كالسيوم بنسبة معينة محتاج برضو الفيتامينز سي مثلا خمسة واربعين ميلي جرام في اليوم يعني فيه ارقام معينة لكل سن بالزبط المفروض ياخد قد اي من الفيتامينز دي فهتفيده في التركيز برضو طبعا الكلام ده حلو ومفيد جدا يا دكتور بس اذا دلوقتي الام العادية اللي هي مش درسة فهي عايزة تحقق ده فتعمل ده ازاي يعني انه مثلا هل فيه اكلات معينة انت قلت البيد مثلا انه ياخد الفطار والغداء والعشا بتاعه السمك الاسماك المكسرات البيد زي ما قلنا الطماطم برضو من الحاجات اللي فيها مادة اللايكو بين دي بتحسن برضو التركيز بتاع الطفل الدارك توكلت تعتبر بديل للقهوة عشان القهوة بتخلينا نصحصح بس الاطفال مينفعش ياخدوها فممكن ناخد مكانها الدارك توكلت برضو من الحاجات الكويسة جدا حلو جدا طيب المناعة عشان ادوار البرد كده بتفكر تيجي وبدأت تمسك ناس قرقتي فعايزين ان احنا نقللها نعمل ايه طيب احنا خلينا نتفق ان 75 تقريبا في المية من المناعة بتاعتنا مسؤول عنها المعدة فلازم نتأكد ان احنا صحة المعدة كويسة طب ازاي هنعمل كده بالاكلات اللي فيها البروبيوتكس البروبيوتكس موجودة في المنتجات الالبان في الزبادي برضو الفيتامين سي من الحاجات اللي هي مينفعش اصلا نستغنى عنها الاطفال اللي دايما بيجي لها ادوار برد زي ايه زي اللمون الجوافة الفلفل الالوان الفراولة التوت كل دول فيهم فيتامين سي كويس جدا برضو لازم نتأكد ان البروتين انتج بتاع الطفل على حسب سنه بياخد البروتين اللي هو محتاجه في اليوم بالضبط عشان النمو طيب اللونش بوكس اللونش بوكس بقى ده يعني يبصي قد ايه بالموضوع بيبقى محبط ان يرجع للام فاضي مليان زي ما هو فاضي ده مفرحة جدا فازاي رجع مليان قد ايه بنزعل انه بتفتحي ايه ده توكلتش ايه ده انتي وكلتيش فاضي بتضايق جدا فازاي نعمله صحي مشان احنا خايفين عليهم وفي ناتش عايزين هم ياكلوا فمعادلة صعبة طيب احنا عايزين نتأكد ان احنا بنحط الحاجات اللي في اللونش بوكس اللي الطفل بيحبها يعني مثلا هو ممكن زبدة فول سوداني دهون صحية ممكن مربع لو هو بيحب الحاجات الحلوة لو مثلا بيحب البيض الحاجات دي نبدأ نشكله وممكن نعمل اج موفنز موفنز كده هنعملها في المطبخ طب بصي دكتور واضح ان انت هتدينا اختيارات كتير وجميلة وانا عموت اشبك اشوفها فبصراحة انا عايزة اقوم على المطبخ اختوارينا بنفسك الوصف اكيد مشاهدينا هنروح لفاصل ونرجع تاني بس من المطبخ ولسه مكملين مع دكتور بني وارجعنا لكم تاني ولسه مكملين بس دلوقت يومنا المطبخ الصحي وهنعمل لانش بوكس صحي مع دكتور داليا تنتوي بصي انا مش قادرة اشيل عيني عن اللانش بوكس وعايز اقولك انه انا حاسة انه ولادي مش هيقبلوا مني لانش بوكس تاني بعد الحلقة دي لانه عايدينه كالورفل كده وملون وجميل فعلتي طموعات خلينا نبدأ بالمناعة عشان انا الحاجات اللي قدامك هي العصاير والفتحة اوكي فقوللنا بقى هو من اكتر الحاجات اللي دايما الامهات بتلجأ ان هي تاخدها في اللانش بوكس هي العصاير انا عايزيك كمان بقى تبصي لكاميرا عشان الناس كلها تبقى ورا وقلم ومعادي عايزين نتفق ان العصاير برضو فيها نسبة سكر فاحنا مش عايزين ناخد العصاير المعلبة فممكن نعملها في البيت بطريقة صحية زي مثلا ده البنك لامونيد معمول بلمون وفراولة وبزورشية عشان ألياف ومية وطلج يعني وطعمه حلو جدا ممكن نحليه بالعسل او بال يعني اي طريقة اكتر اه والورنج دي توكس عبارة عن برطقان وجزر وكمان ممكن نحط عليه كوركم وزنجبيل او جنزبيل عشان المناعة يعتبر اصلا فبيعلي المناعة جدا في فيتامين سي كويس اوي مش عايزين ناخد او نلجأ للعلب العصير الجهزة عشان بتبقى مليانة سكر وما فيهاش قيمة غزائية وكمان برضو منضف لها مواد حفظة ومكسبات طعام والحاجات دي مع الوقت بتخلي الطفل ان هو التيست بودز بتاعته تتعود على السكر بتعمل مسكر جيدة بالظبط فبيحصل ايه على النقطة دي لانه فيه امهات كتير بتبقى فاكرة ان الجزء من الغذاء الصحي الاولادة انه العلبة المقفولة ومش هنقول احنا بنمنع ممكن يدو بس بنسبة قال ونحب بقى بزبط يعني ممكن يوم كده ويوم مثلا لبن عادي يوم ممكن مثلا زبادي ممكن نبدل يعني زي مثلا اجزامبل الزبادي مع الجرانولا والشوفان ومكسرات عشان دهون صحية واميجا ثري المكسرات يعين الجمل من الحاجات الكويسة جدا للزاكرة والكاديم تفونج وكاوي الذاكرة اي وبزور الشي طبعا مليانة الياف ومليانة فيتامينز ومينيرلز كتيرة جدا الطفل محتاجها ونسبة حضاء كده عشان الكاميرا تجيبها حلو ونوري الناس كل اولا شكل يعني طريقة التقديم انا عايزة عايزة اقول ان دكتور داليا متميزة بفكرة طريقة التقديم كمان يعني مش بس للاكل حضارتيها ازاي تقدميها لان زي ما بيقولوا العين بتاكل قبل بزبط وبعدين الاطفال دايما بيكرنوا ما بين اللي حواليهم فعشان يحبوا الاكل الصحي لازم يبقى شكله حلو ليهم ممكن يشاركوا اصلا في عمل الحاجات دي ونبدأ على حسب السن نبدأ نوعيهم مثلا نعمل اويرنس ليه بنحط البرتقان عشان فيه فيتامين سي ليه بنحط الفراول عشان كزا مضاد اكسادة فالحاجات دي مفيدة برضو برضو البوبكورن من الحاجات يعني الاطفال بيحبوا التشيبس والحاجات اللي هي فيها مواد حافظة ممكن نبدلها بالفشار الفشار سناك صحي والكالوريز بتاعته قليلة جدا وفي نفس الوقت يعني ما فيهوش مواد حافظة لو عملناه في البيت عادي برضو فيه اوبشن الرايس كيك ممكن نحط عليه زبدة فول سوداني او مربة معمولة في البيت او كمان فيه برانتز بتعمل المربة بتبقى بطريقة صحية متحلية بالعسل او كده ممكن ندور عليها ونقرأ الليبل قبل من اختار اي حاجة ده برضو نفس الاجتامبل بتاع الزبادي والجرانول او كده بس انا عملته بشكل مختلف ده زبادي برضو بس ده زبادي عملاله ميش بقى وخلطاه بالمكسرات وحطى مكسرات وحطى برضو فاكهة مجففة عشان الامهات اللي بتخاف ان الفاكهة ممكن تبوز مع الزبادي ممكن تحط فاكهة مجففة وبردو فيها فيتامينز ومعايد كويسة جدا دي افكار السناكس عمتا يعني دي حاجات طبق الفاكهة بقى يريد تكلمين عن فوائده الفاكهة طبعا كلنا عارفين ان هي مليانة عناصر غذائية الموز مثلا فيه بوتاسيوم الجوافة مليانة فيتامين سي التفاح فيه ألياف عالية ومضاد أكسادة يعني الفاكهة متا مينفعش ان احنا نستغنى عنها ودي أصح من فكرة العصير بس لو الطفل بيحب العصير ممكن نعملها له بطريقة صحية زي ما اتكلمنا برضو فيه بوينت ان احنا دايما لما نحط نشويات بسيطة أو سيمبل كاربز نحط معاها نحط معاها دهون صحية زي المكسرات ليه؟ عشان السيمبل كاربز بتدخل الجسم بتعلي سكر الدم فجأة فبتعمل شجر رش وبعد كده سكر الدم بيقل فجأة فبيخلي الطفل هو ده ينطبق على الفاكهة ينطبق على الفاكهة وكل النشويات عامة الأحسن ان احنا نحط معاها دهون صحية عشان الدهون الصحية بتقلل امتصاص السكر بتبطأ العملية دي فبالتالي ان السكر الدم ما بيعلافش فجأة والطفل يحس ان هو تعبان أو عنده خمول ودي من الكامن كامن جدا يعني ان الطفل بعد البريك بتاع المدرسة بيحس ان هو عايز ينام أو بيكمله اخر فصول نايمين أصلا حلوة قوي طيب دكتور داليا تعالي بقى ورينا اللانش باكسس الخطيرة عن تويتش هنا بقى الحاجات اللي هي بروتين طبعا أساسي قوي احنا تكلمنا على فكرة ان الطفل محتاج 50% من الكالوريز بتاعته 50% من الكالوريز بتاعته من البروتين اكزامبلز لها ممكن نعمل وافل حدقة انا برضو كتبة المأدير يريد نحط المأدير على الشاشة دي معمولة بدقي الشوفان ومعمولة محطوط لها بيت برضو في نسبة بروتين يعني مالش يا دكتور داليا يعني انت عامل المأدير اهي محدودة انت عامل الوافل في البيت اه مش بتشتري وافل ليه لا 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 بتعليطه معطل بقولك طب انا هقولك شكلها هي جيدا عامة الوافل دي لو اتعملت مثلا في الويك اند والثابت ممكن تعيش لمدة اربعة ايام او خمس ايام ده توفر علينا الوقت بزبط وهتدينا وقت ان احنا ممكن نشكل بقى الخضار جنبها هتدينا وقت الصبح ان احنا عادي ممكن نحط على طول الحاجة طح قبل ما نتكلم عن اللانش بوكس بس فيه نقطة لازم نتأكد منها الفود سيفتي نتأكد ان اصلا استخدام اللانش بوكس ده صحي ازاي نتأكد منه ان فيه ليبل مكتوب عليه بيبقى مكتوب بي بي اي فري بي بي اي دي مادة اسمها بيس فينول دي اكتشفوا ان هي بتتعارض مع الاكل مع الوقت ممكن تعمل مشاكل صحية فنتأكد ان اللانش بوكس مكتوب عليه بي بي اي فري ومعمول مسلس كده مكتوب عليه خمسة الرقم خمسة ده معنا ان هو فود سيف كونتينر دي موثبات اللانش بوكس اللي علبة نفسها الصحية اللي هي مش هتعمل بشار أمراض مع الوقت بالزبط اوكي عشان البوينت دي مهمة وممكن برضو لو احنا معدلاش لانش بوكس او مش عايزين لانش بوكس ممكن نلجأ لل او الكياس اللي هي معمولة من الورق عادي ودي طبعا امفيرونت فرند لي اصلا فدي حاجة كويسة ونرجع بقى للبروتين احنا هتكلمني عن الوافنز برضو ممكن اجزامبل الاج موفنز دي عبارة عن بيض وخضار وجبنة في مقدير بتاعتها برضو لو سمحتو كنترول روم نحط مقذير الاج موفن كيك ودي برضو من الحاجات اللي ممكن تعيش فترة وللاطفال اللي هي بيكي ايترز ما بيكلوش اصلا او كده فشكلو مش بيض وكمان اصلا معظم الاطفال ما بيحبوش البيض المسلوق ومش بيبقى احسن حاجة ان احنا هنحطو في اللانش بوكس عشان ممكن يبوز او هما ما يحبوش اصلا ان هما يكلوه فدي فكرة حلوة المكونات بتاعتها حلوة جدا لبن وبيض وفلفل الوين وزاتون يعني حاجة حاجات وسهلة اصلا جدا ان احنا نعملها يعني مكوناتها كلها في البيت عادي برضو المني بيزا ودي بقى لو عايزين ندلحهم يعني ستاب اهد لو الاطفال بيحبوا الجونك فود او يعني دايما بيلجاو ان هما مثلا عايزين بيرجرز بيزا حاجات كده ممكن ان احنا نعملها برضو بكمية ونحطها في التلاجة ونطلع منها نعملها للونش بوكس في الوقت اللي هما عايزين ويعني برضو المقدير بتاعتها او البيتزا او تمام دي الميني بيزا هو ممكن نعملها بدقيق الامح الكامل وممكن نعملها بالشوفان يعني انا عاملة شوية بدقيق الامح الكامل وشوية بالشوفان على حسب دي بدقيق الامح الكامل اغمأ سنة دي اللي بالشوفان ممكن برضو نخلط لو الطفل ما بيحبش دقيق الامح الكامل ولا الشوفان ممكن نخلط الاتنين مع بعض دقيق الابيض مع دقيق الامح الكامل يعني مش لازم نأيد الطفل ان هو لازم بقى ياكل حاجات معينة هي مش فكرة ريستريكشن او ان هو يحس ان هو بياكل حاجة مختلفة عن الأطفال بس ممكن نبدله عايزين بس نحط مأزير البيتزا ودكتور داليا بتكن اوه هي مأزير البيتزا نزلت اوكي طيب اخر حاجة بقى معيك ايه لان الوقت الحلو وبالذات معك بيجري من اخر حاجة هي الخضار مننساش الخضار ودي فكرة لذيذة كده للأطفال ان هما يحسوا ايدة الله دي الوان وشكلها واشكال وكده ممكن هما يعملوها برضو عشان الاطفال ما بيحبوش الخضار لو يعني عملناها بالشكل ده ممكن ان هما يتشجعوا ان هما يكلوها ولو الاطفال برضو بيحبوا الحاجات اللي هي زي والحاجات دي ممكن يكلوا برضو كراكرز معمولة بالشوفان وال بزور الشية وكده ايضا الناس رايحة تقدر تاخد دي دي رولز واحدة حدقة واحدة حلات دي فيها بينت باتر او زبدة فول سوداني اوكي مع مربا معمولة في البيت عادي ممكن برضو نجيبها من بره بس نتأكد انها متحلية بالعسل ودي رول معمولة بالجبنة والزعتر والزيت زتون للاطفال اللي هما ما بيحبوش البيت او المعجنات او دكتور داليا من فضلكم علشان لأي حد مش متابع دكتور داليا يسخل يتفاح فورا عشان هيستفيد جدا من الوصفات الصحية ومش بس لانش باكس لا ده لليوم كله يعني كل حاجة تقريبا بتخليها صحية بطريقتها وصفاتها سريعة جدا بتخلص بسرعة جدا بجد حقيقي استفد معك كالعادة وانا من اكتر متابعين المحتوى بتاعك يعني دائما تلاقي اخبط اللايك على طول واكتب كمينت كتير من كتير ما انا مبسوطة انا بستنى الكومنت والله تستهلي اكتر بينه واكيد غير كتير بيكتبوا ما انا بشوف بعنايا وبجد انا ورثيني ورثي او يا دكتور وان شاء الله معينا في حلقات تانية كتير ان شاء الله خلاص ستتين يعني بسي هاشتاج لدي كلهم يعني الليديز كلهم قاديم يستنينك ومشان نستغنى عنك بقى في هاشتاج لا لا ان شاء الله موجودة ان شاء الله ان شاء الله يا دكتور معي مشاهدينا في كده وصلنا لنهاية الحلقة ودايما الوقت الحلو بيخلص بسرعة جدا اشوفكم على خير الاسبوع القادر